بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا الحديث استوقفني وأحببت أن نتأمل ما فيه من إعجاز لأنه يمثل واقعنا الذي نعيشه اليوم النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين أحداث اقتراب الساعة وبين أشياء ينبغي علينا أن نعملها لنحذر الأجل نحذر اقتراب الساعة نحذر يوم القيامة لماذا ينبغي علينا الحذر لكي لا نتفاجأ أيها الأحبة يعني هذا نوع من أنواع الرحمة النبوية بنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذرنا أن الساعة ستكون قريبة قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى هنا هنا أحداث نشاهدها نحن اليوم وسنعددها الآن أيها الأحبة حتى يقبض العلم صلى الله عليه وسلم طيب العلم كيف يقبض شرح ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الله تعالى لا ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بموت العالم العلماء يموتون واحدا تلو الآخر طيب من سيخرج بعدهم سوف يتخذ الناس رؤوسا جهالا كما نرى اليوم على بعض الفضائيات يتخذون رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم الناس تسألهم فيجبون بغير علم فيضلون ويضلون يعني هو يضل نفسه ويضل الآخرين مثل فتاوى تحليل الربا تحليل الخمر إلى آخرين إذن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم طيب أنا كمؤمن أحب لقاء الله عندما أسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يربط بين قلة العلماء اليوم الربانيين والمخلصين والمخلصين أيضا وبين اقتراب الساعة لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم عندما أرى العلم يقبض بموت العلماء ولا يظهر هؤلاء العلماء الذين كنا نعرفهم قبل سنوات يظهر علماء من نوع جهلاء يظهر لا يظهر علماء ولكن باسم بمسمع علماء نعلم أن الساعة قريبة فنبدأ بأخذ الاستعدادات للقاء الله عز وجل وتكثر الزلازل إذن لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل الزلازل أيها الأحبة عرضنا دراسة مؤخرا تقول بأن الزلازل في خلال العشرين ثلاثين سنة الماضية القادمة عفوا عشرين إلى ثلاثين سنة القادمة ستكثر بشكل كبير وبخاصة الزلازل المدمرة يعني هناك هزات أرضية كثيرة تحدث باستمرار ولكن عدد الزلازل المدمرة يكون قليلا عادة ولكن الآن بدأ يكثر والعلماء يتنبؤون بكثرته ونحن نرى هذا على الواقع طيب من أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأن الساعة لا تقوم حتى تكثر الزلازل صلى الله عليه وسلم وحتى ماذا يتقارب الزمان اليوم أنت تستطيع أن توصل الرسالة في الماضي كنت تحتاج لإيصال رسالة من بلد إلى بلد إلى أشهر أشهر مسيرة أشهر أحيانا اليوم تصل الرسالة عبر زمن صفر يعتبر جزء من ثانية بسرعة الضوء إذن هذا تقارب للزمن وتظهر الفتن تظهر الفتن انظروا إلى الحروب في العالم الإسلامي اليوم انظروا إلى الناس يقتلون بعضهم بسبب طائفية بغضة بسبب أسباب تافية أسباب أطماع يعني دمرت بعض دول الوطن العربي بسبب هذه الفتن التي يشعلها اليهود أولا ويشعلها المنافقون والملحدون يريدون تدمير هذه الأمة لذلك تظهر الفتن تكثر الفتن ويكثر الهرج ما هو الهرج؟ قال عليه الصلاة والسلام وهو القتل بالفعل نرى اليوم يعني الموت أصبح ظاهرة طبيعية القتل قال أيضا لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض يكثر المال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عدد الأموال أو كمية المال المتوافرة قليل جدا اليوم كم اقتصاد العالم كم تريليونات الدولارات هذا الشيء لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام طيب كيف علم أن المال سيكثر حتى يفيض يصبح فائضا عن الحاجة اليوم تجد أن الناس لديه عقارات ولديه سيارات ولديه أموال ورصيد في كذا بنك وكذا وكذا وفائض عن حاجته سبحان الله ورغم ذلك يشكو يعني طيب أيها الأحبة هذا الحديث فيه عدة فوائد أولا يعني رقم واحد هو شهادة على صدق حبيبكم عليه الصلاة والسلام أنا كمؤمن عندما أسمع هذا الحديث أزداد يقينا بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام صادق في دعوته إلى الله لا يستطيع أحد أن يتنبأ بكثرة الزلازل هذه دراسة لجامعات حديثة اليوم يعني في القرن الحادي والعشرين فقط علموا هذه المعلومة كثرة الفتن كثرة المال تقارب الزمان هذا المصطلح يعني مصطلح عجيب يتقارب الزمان بسبب الاتصالات الرقمية اليوم بسبب وسائل الاتصال وسائل النقل أنت من الممكن أن تحتاج لمسيرة شهر لتنتقل من بلد إلى بلد اليوم بواسطة طائرة بساعة أو ساعتين تعبر نفس المسافة هذا اختصار للزمن تقارب الزمان طيب يكثر القتل هذا الأمر لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كيف علم أن القتل سيكثر الحروب المعارك يكثر المال إذن هذا الحديث أيها الحبة الذي رواه البخاري يشهد رقم واحد بأن النبي رسول صادق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى رقم اثنان هو رسالة لنا كمؤمنين أن نحذر ونستعد للقاء الله إذا كنت حريص أخي المؤمن على جمع المال تريث قليلا أنفق شيئا من هذا المال ليكون رصيدا لك في القبر يوم لقاء الله بعد الموت أطعم الفقراء أطعم المساكين أنفق على الدعوة إلى الله للأسف نحن اليوم أهملنا موضوع الإنفاق على الدعوة إلى الله وهو اليوم هو الجهاد في هذا العصر الجهاد الكبير قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا كيف نجاهد جهادا كبيرا الآن بالقرآن بعلوم القرآن بالمعرفة الحديثة بالعلم الحديثة هذا هو الجهاد الكبير أيها الأحبة إذا كان لديك ما الفائض أنفق لنفسك ليس للآخر لنفسك أنت وقدموا لأنفسكم إذا كنت ترى هذه الأحداث من حولك ينبغي أن تعلم أن الساعة أصبحت قريبة أكثر من العمل الصالح من الاستغفار من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لكي تكون مطمئنا سعيدا يوم لقاء الله عز وجل الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر